دايماً بنقول إن الصورة بألف كلمة وده لإن الصورة دايماً بتبقى قادرة توصف كل شيء ممكن ما نقدرش نوصفه بالكلام أما على السوشال ميديا فالصورة والفيديو بقوا هم أساس أي ترند وهم أكتر حاجة بتلفت انتباه الناس ضفنا النهاردة مصور من السعيد وحب التصوير من الألبومات بتاعة العائلة وصور الزكريات العائلية لحد ما درس التصوير وبقى محترفين مش بس كده ده كمان بقى ليه ستايل خاص بيه خصوصاً في التصوير الوثائقي معنا النهاردة علي زرعي صاحب الفيلم الوثائقي صورتك إزايك يا علي الحمد لله تمام إزايك الحمد لله قبل أن أسألك عن الفيلم ده أنا عايزك تشرح سريعاً أنت بتعمل إيه ماشي أنا ابتدت تصوير تقريباً من 2012 مع بداية دخولي الجامعة أنا درست أدابي علام وتخصصت صحافة بعدها في وقت الدراسة بتاعتي كنت بشتغل في أماكن مختلفة صحفية ويعني في بداية الصحافة شوية كنت بصور تصوير شارع أو تصوير اللي هو بتطلب مني وقت التقرير تقرير آه بعدين ابتديت شوية أهتم بالتصوير الوثائقي كاهتمامي بالقصة نفسها أكتر من اهتمامي بالصورة إن أنا أقدر أدي وقت إن أنا أقدر فكرة البحث وفكرة إن أنا أخلق علاقة صداقة مع الناس مش مجرد إن أنا بقى عابر بعرفهم وبمشي لا إحنا بس بنقدر نخلق كده حياة مع بعض بنقدر نخلق صداقة بنقدر نستمر وقت أطول مع بعض بعدين الصورة تظهر فكانش عندي أفكار واضحة للتصوير الوثائقي أنا ممكن أطلع منه إيه على قد إن أنا كنت في مرحلة اكتشاف وفي بداية 2015 وقت يعني تقريبا من سبع سنين كانت عن طريق الصدفة بتديت مشروع هو حاليا مشروع طويل وهو مشروع يعني اللي أنا يعني استمرت فيه وقت طويل عن توصيق القبائل البدو الرحل في الدلتة بالتحديد يعني في الدلتة القبائل بيترحلوا من أماكن مختلفة ما لهمش مكان سابت سابت يعيشوا فيه وكان السبب الرئيسي اللي أنا استمر في القصة يعني لحد الوقت ده وجود عم هاني السيد سليم محمد يعني وهو بطل قصتي وهو المفتاح والطريق للي أنا أقدر أدخل لتوصيق حاجات مختلفة من الحياة البدو الرحل في الدلتة سواء اجتماعية أو اقتصادية الأسواق وطريقة المعيشة بتاعتهم أو التوصيق الاجتماعي زي الأفراح أو كمان الأحزان يعني حاجات مختلفة وكان السر الكبير وجود عم هاني لأنه يقدر يخليني أقدر أخلق علاقة لأن أنا بشتغل معاه مش عنه ودي فرقة كتير إنه يحسه بالتقدير ويحس إنه قد إيه وجوده معايا في حياتي مش بس وجوده في الصورة وبعد يعني أحاول أختصر ما زلت لحد دلوقتي بشتغل على قصة عم هاني والبدو بس معدها دخلت حاجات مختلفة زي إنه جات لي فرصة لأن أنا قادر أسافر أدرس تصوير وثائقي في ألمانيا وكانت فترة مهمة لإني اكتشفت حاجات جديدة في الستايل الخاص بتصويري وحاليا في مصر يعني بشتغل أو بحاول إن أنا أبصر للتصوير الوثائقي بنظرة مختلفة عن إن أنا بدأت فيها وكده يعني طيب قل لي بقى الصورة زي أخدتها فين وإيه اللي فكرت فيه وكان بتعبر عن إيه شرح لنا كده تمام دي من أهم الصور بالنسبة لي علشان اللي واقفين يعني أعمامي وقرايبي ودي أرضنا في ملوي أنا من موليد ملوي وكانت يعني برضو من ضمن الصور يعني تقريبا ما كنتش بفكر فيها كتير غير بس إن أنا هروح مع عمي عمي صابر اللي واقف إلا أنا هوسق حصاد الأمح يعني الصور كانت عادية بس الفكرة إنها من الصور المهمة علشان أنا تعلمت فكرة الوقت إنه زي يعني أفكر كتير جدا فكرة إن الوقت وإنه إن الوقت مهم جدا للصورة مش بس يعني علشان الإضاءة أو عشان حاجة بس علشان بداية أصلا اليوم فالصورة تقريبا كانت وقت الشروق يعني الشروق كان لسه بيطلع وكان مهم إن أنا طول الوقت مش بس يعني أتعلم التعليم الأكاديمي من الجامعة وكده إنه قد إيه الناس نفسها هم مدركين وعارفين كويس جدا النور بيبقى حلو وإمتى النور بيجي إزاي يعني لأن هو الوصف للنور هيبقى في الصورة جاي إزاي وهيبقى يعني شكله في المحتوى نفسه بتاعة الصورة وأنا بحبها لأن يعني هي كانت البداية شوية لأن أنا بقدر أرتبط بالمدينة بتاعتي وأقدر أصور فيها ومنها بقى أقدر أتعلم أن ندخل مدن مختلفة وأكمل يعني في التصوير طيب قل لنا بقى دور عيلتك عملوا إيه معيك لما أنت قلت لهم أن أنت عايز تروح تصور أنا والدي كان يعني زي عائلات كتير هو كان مصور العيلة أو هو كان المصور المحب يعني أنه يقدر يسافر في أماكن مختلفة ويصور نفسه وكده بعدين يعني أنا لما كبرت شوية كان فيه ارتباطات كبيرة أنه والدي محب الكاميرات ومحب أنه يصورنا في المناسبات المختلفة سواء أفراح أو خروجات أو اللي احنا نزور استوديوهات عندنا في البلد ودي المدرسة الصدقة يعني أو المدرسة اللي أنا بقدر أحبها للتوصيق يعني بمعناه أن احنا بنوصق أيامنا أو بنوصق وقتنا وبالنسبة لي ألبومات العيلة اللي بتتخلق بشكل كده يعني بيبقى في حب كده أو بيتخلق يعني لفعلا المجرد اللي احنا بنقدر الوقت ده مع بعض فبنوصقه فكان جزء كبير جدا منه هو والدي وكمان السيلفي بورتري اللي هي الصور الشخصية اللي هو كان بيصورها النفسه وازاي كان بيقدر يتعامل مع الكاميرا أو تجميعه اللي صور أصدقاء لي مثلا كانوا مع بعض في الجيش أو كانوا مع بعض في مناسبات مختلفة خلق عندي يعني تصور جديد للصورة أن أنا الأرشيف اللي هو موجود عندنا في البيت ازاي هقدر أبصله يعني بنظرة شوية حديثة ازاي هقدر أصنع كتاب هند ميت ازاي هتعامل مع الأرشيف العائلي ده بحاجة ممكن تفهمنا واقع احنا عايشينه دلوقتي فالصورة دي كانت من ضمن حوار يعني حاولت أفتحه مع والدتي كان التايتل كان العنوان عجزنا دول باباك ومامتك ده دي صورة لأبويا وأمي وبالنسبة لي يعني الصورة اللي بتخرج من الاستوديوهات اللي هي بتقل دلوقتي بس أنا بالنسبة لي كان فيها حاجات كتير تقدر تفهمنا حاجات عن اللبس حاجات عن الحياة نفسها كانت شكلها عامل ازاي وكمان الصور فتحت لي حوار يعني مع أمي إن الكتاب أو هو مش كتاب على قد إن أنا بحاول أخلق قلبه مع إلي جديد وهو كان اسمه عجزنا خالص يا علي علشان لما بدأت أفتح حوار مع أمي هي تخيلت إن الحوار ده متأخر جدا وإن القصص دي يعني هي بتحاول تفهم أهميتها دلوقتي وأنا بس بشكل بسيط بحاول أوصل لأمي يعني لولدتي إنه لأ ده لي قيمة ولي قيمة كبيرة جدا والوقت ما تأخرش قوي يعني إحنا نقدر نلحق نفتح نقاش وخصوصاً الكتاب يعني بيقرب كده مسافات بعيدة يعني أنا اشتغلت على الكتاب ده وأنا في ألمانيا وكان بيحسسني بالقرب يعني كان بيحسسني إنه إنه لما بمسك صور قديمة سواء والدي هو اللي صورها أو سواء كانت موجودة في ألبوم العيلة من مصورين يعني اشتغلوا عليها سواء في ستوديو أو كده فكان مهم جداً يعني كان مهم جداً الحاجة دي تبقى موجودة في الكتاب يعني طيب الصورة دي دي كانت الصورة كانت في وقت الكورونا وأنا يعني حظي إنه لما سفرت ألمانيا حصلت الكورونا يعني في بدايات الكورونا وهنا دي من ضمن سلسلة مختلفة عملتها تقريباً ما كنتش مركز قوي أنا اللي بعمل كده على قد إن أنا كنت بحس بالحميمية أو بحس بالقرب إن أنا هكلم أهلي هي دي جدتك دي جدتي ودي تقريباً يعني هي قارب حد لها في الحياة يعني وأجمل الناس وكنا بنتكلم باستمرار عشان نتطمن على بعض وعلشان نعرف يعني إن الحياة بخير وماشية وهنا بدأت أستخدم إيدي أو بدأت أستخدم الكاميرا كمساحة كده بتقرب يعني الأهل طيب إحنا في أول الانترويو خالص شفنا فيلم تسجيلي عنك حلو جداً ممكن تكلمنا عنه وإيه قصته أوكي الفيلم باختصار هو بيحاول يعني اشتغلت عليه رانيا هي صديقتي وهي تعرف شغلي من فترة وكان محاولة لوصف أنواع التصوير الوثائق يعني والرحلة يعني أنه يعني أنا كنت بحاول أشرح شوية أو كنت بحاول أفهم أنا ليه اشتغلت مع عم هاني يعني الشخص اللي بيترحل من أماكن كتير وهو الفيلم كان بيحاول يقول أن أفكارنا كمان بتترحل معنا أنه أنا ابتديت مصور صحفي بعدين يعني بعدها اشتغلت مصور ووثائقي وحالياً مش حابب أو يبقى موجود في تعريف بس ممكن أقول أنه بحاول أستكشف التصوير الوثائقي من خلال ميديم مختلف من خلال كولاج أو من خلال يعني سياقات مختلف هالصورة ممكن تبقى موجود فيها والفيلم كان يعني أنا بحاول أقول فيه أنه ما فيش تعريف واحد للتصوير وأنه كل شخص هيعرف التصوير حسب ما هو عايز وأنه الناس نفسها يعني التصوير أزواء في الأول الآخر فما فيش حاجة اسمها صورة حلوة وصورة وحشة وأنه كل واحد هيفهم المشروع أو هيفهم الصورة من خلال بقى زوء الشخصي أو من خلال تناوله للنظرة نفسها وأن أنا مقدر النظرة دي يعني أنا مقدر جدا أنه أنا آه عندي ستايل في التصوير بيظهر وواضح بس بحاول أنه إن أخلقه مع الشخص اللي بيبقى وايف قدام الكاميرا علشان يبقى هو برضو موجود علشان يبقى أن الناس اللي أنا بصورها هم دايماً أبطال هما من غيرهم مش هيبقى فيه حاجة فده الفيلم يعني أتمنى أنه يبقى حاول يشرح ده يعني قد إيه وجود الناس فحياتي كان كان هو أهم حاجة يعني أهم من من أي صورة يعني طيب علي أنت بتصور بإيه؟ بأي نوع كاميرا؟ دلوقتي آه يعني مش حاكم نفسي في كاميرا واحدة يعني أنا ابتديت ديجيتل وحالياً بشتغل بالفيلم بكاميرات آنالوج مش لازم النوع بس يعني الأول كان ديجيتل وبعدين دلوقتي بالفيلم اللي هو ده ده طريقة قديمة ولا ده ده أشرح لنا؟ ده طريقة ده طريقة قديمة وبقى فيه مصورين كتير بدأوا يستخدموا الكاميرات الفيلم اللي هي الأنالوج القديمة عندنا في مصر مؤخراً ظهرت أماكن كتير بتساعد اللي احنا نقدر نحمض الأفلام ونقدر نعمل لها سكان فنقدر نشوفها ديجيتل الموضوع من يعني ظهر بقيله تقريباً 3 أ4 سنين كان شوية ترند إن الناس تقدر تتعامل مع الأحماض وتشوف صورة بشكل مختلف بس حالياً بقى عندنا تطور كبير جداً أماكن مختلفة بدأت تقدم أحماض فرش بدأت تسكان الصورة فتقدر تطلع بكواليتي كويسة فأنا بالنسبة لي مش باهتم قوي بالكاميرا يعني على قد إن أنا بحاول أجرب يعني لو جربت كاميرا جديدة فمش بتبقى علشان هتديني جودة قوية على قد بس إن بحاول طول الوقت تجرب أنواع مختلفة حجاب جديدة طيب إحنا لما دخلنا على البروفيل بتاعك لقينا إن في صور كتيرة جداً 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 من الريف إزاي بتطلع الصور دي؟ يعني أنت مثلاً بتشوف أن مع التطور الكتير اللي بيحصل حوالينا وأن كل الصور دلوقتي على الإنستجرام والفيسبوك والناس كلها بتصور بالموبايل والحاجات دي أنا حسيت لما أنا نظريتي الشخصية زي ما أنت قلت قبل إن أنا حاس أن أنت رجعت بينا لزمان أكتر يعني أنا بالنسبة لي حالياً الريف يعني مش ببصله كريف قوي علشان أو أنا جاي من هناك يعني أنا تولدت في مدينة شوية حوليها قرى كتير وهي في قلبي يعني ممكن تبقى في قلب الريف وكده أنا نظريتي شوية بحاول أقول إن على قد إن الصور دي بتبال للناس كتير قوي شوية مختلفة عن الواقع اللي هم عايشينه بس مش بحاول أطلع منها شيء غريب يعني أنا بحاول أقول إنه طبيعي يعني هي صور ممكن تبقى طبيعية شبه أماكن كتير تناولي مع بعض الصور اللي خارج القاهرة هو يعني هي النظرة دي شوية يعني بحاول بس أقدر أستوعب يعني هالكاميرا أداة كده بتقدر تدخني في وسط الحالة دي وفي نفس الوقت أنا مقدر جدا فكرة المساحات العامة يعني فوجودي بيبقى أكتر يعني اكتشاف بس مش مش اكتشاف شيء غريب يعني هو اكتشاف شيء موجود يعني مش نادر صورة متدولة بس بحاول إنها تبقى معاصرة أكتر يمكن عن الصورة السائدة يعني لمصر يعني إنه مصر هي مش صورة واحدة هي ممكن تبقى صور كتير جدا داخل القاهرة أماكن تاريخية أو خارج القاهرة أماكن طبيعية جدا إحنا عايشين فيها بس ممكن نديها طابع مختلف يعني طيب إحنا دلوقتي التصوير وثائقي إحنا بنكلم عنه بقالنا شوية وعايزين بطريقة مبسطة نشرحه للمشاهد يعني إيه كلمة تصوير وثائقي هو أنا بالنسبة لي التعريف اللي ممكن أحب أقوله أن التصوير الوثائقي هو ملوش تعريف واضح وأن كل شخص يقدر يعرفه بالطريقة اللي هو حابب يعرفه بيها أو شايف بيها التصوير والتصوير الوثائقي ممكن يشمل كل أنواع التصوير يعني بشكل كبير هو ممكن يشمل التصوير الصحفي أو التصوير الفني أو أي نوع تصوير الناس بتتدولوا إحنا بنوثق به سواء إحنا وعيين بالتوثيق ده أو لا أنا بالنسبة لي التصوير الوثائقي مش بحاول أحكمه في الصورة الكلاسيك بتاعته اللي إحنا تعرفنا بي عليها يعني وأنه بيحاول يشمل حاجات كتيرة جدا ألبومات العيلة اللي بنخلقها في البيت هي نقدر نقول عليها تصوير وثائقي المصورين اللي بيصوروا في الاستوديو هما بيوثقوا وقتنا الحالي حتى مصورين الأفراح يعني 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 ممكن نقول إن التصوير الوثائقي هو التصوير اللي بيطلع صورة بنعلم بيه بذكرى؟ يعني هو طبعا يعني أنا شايف إن التصوير كلها بيقدر يخلق ذكرة بيقدر يخلق يعني شيء مهم بنتناوله في حياتنا وكده وبيقدر نخلق أرشيف يعني الأرشيف بالمعنى اللي ممكن أنا يعني أنا ببصله إنه الأرشيف التعريف السائد الطبيعي إنه للحاجات الأديمة اللي بتوثق في أماكن وكده أو إنه الحاليين إحنا ممكن نتعامل معي كديجيتل يعني كديجيتل أرشيف يعني إنه حياتنا حاليا إحنا من أرشيفها بنفسنا سواء على السوشال ميديا أو سواء على يعني لأصدقائنا يعني يعني ممكن نقدر صور الواتساب اللي بنبعثها البعض إحنا ممكن نقول عليها أرشيف في وقت ما ونقدر نبص ونقدر نتخيل حياتنا من سنتين أو ثلاث سنين كان شكلها عامل إزاي فالتصوير الوصائيكوي هو شيء بيشمل يعني أنواع تصوير مختلفة يعني مش نوع محدد طيب خلينا نشوف صور لك وتقول لنا هي إيه كانت قصتها مش هنا أنا كنت في رايح إسنا الدير إسنا الدير في اللقصر بالتحديد كنت رايح علشان أزور بيت الشيخ أحمد برين هو مداح مشهور من الصعيد وهو فناني المفضل يعني أنا بحب الشيخ أحمد برين لأسباب كتير علشان هو كان من الناس اللي بتقدر ترتاجل بشكل قوي جدا من الفنانين القبار يعني في الصعيد وبالصدفة يعني كنت قعد في القطر وتفتح حديث يعني أن أنا رايح للشيخ أحمد فظهر يعني أن في حد هو بيشتغل بتاع رابابا في القطر فكانت فرصة يعني أن نقدر أوصق يعني وجوده يعني في الرحلة والحكي عن أحمد برين وكده هنا ديمن من مشروع يعني أو مش مشروع بس هي كانت قصة صغيرة كنت بشتغل عن فكرة المبيدات الحشرية وقد إنها بتضر الناس يعني على قد إنها بتضر الأرض برضو في أوقات كتير فهنا دي من ضمن يعني دي صورة قديمة شوية وقت الصحافة كانت من مشروع بشتغل عليه أنا وصحفي محمد بضيف كنت قتا في جارت الوطن عن أضرار المبيدات الحشرية علي وأنت بتتكلم عن الصور بتاعتك صورة صورة أنا حاسة إن كأنك عندك علاقة شخصية مع كل حد أنت صورته وده أكيد حاجة إحساسها حلوة قوي أنت تكون عملت صحاب وعملت ناس تقدر تكلمهم من العمر كلهم مش بس زي ما أنت قلت إن هو شغل بس بشكرك يا علي جدا على وجودك معي النهاردة وربنا يوفقك إن شاء الله وتكمل وتوصل حتة أحسن كمان وأكتر وأكتر من اللي أنت موجود في دلوقتي مرسي يا علي قوي شكرا وبكده تكون خلصت حلقاتنا نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله باي باي